أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام في هذا العدد الجديد من 60 دقيقة ثلاثة و60 دقيقة حقيقة كعادة هذا البرنامج نستضيف من خلاله شخصيات مثيرة للجدل ضيفنا لنهار اليوم دكتور بيطري ولكن لن نتكلم عن البيطارة ولا عن الحيوانات ولن نتكلم عن العلم أو عن أي موضوع علمي بل سنتحدث عن الموضوع التاريخي أكيد أنت وأنت الذي تشاهدون الآن هذه المقدمة تقولون كيف لدكتور بيطري يتحدث عن التاريخ أو عن الأمور الأدبية هذا ما سأطرحه على الدكتور محمد دومير شكرا على قبول دعوتنا 60 دقيقة حقيقة شكرا لكم على الدعوة وأنا سعيد بتلبيتها لتوضيع هذه الحقيقة إذن أمامك الزير الأحمر أي سؤال ترفض الإجابة عنه ما عليك إلا الكبس على الزير الأحمر دكتور بيطري أصبحت الآن مؤرخا هل نقول أنك مؤرخ أو متطفل عن التاريخ؟ لم أصبح مؤرخا وربما يليق كلام غير المؤرخ أو كوصف لما أقدمه ألا وهو قراءة لصفحات التاريخ قراءة جهرية بعض الاقتطاف من بعض المصادر التي لا يصلها المواطن البسيط في وقته لذلك ربما أحدث بعض الجدل ما أقدمه على يوتيوب من ملخصات تاريخية لبعض ما نحن متعطشون إليه قد يراه العامة كصفة المؤرخ أو استاذ في التاريخ لكن الذي أقوم به لا يتعدى كونه قراءة للتاريخ نعم إذن أنت لست مؤرخا ولكن للأمانة أنت بيطري ثم مخترع ما شاء الله لك ونلتا جوائز في قطر أتقد وثست شركات هناك وشركات هنا في الجزائر إذن حتى تحدث عن نجاحاتك العلمية قبل أن تكلموا على نجاحاتك عبر مواقع التواصل نجاحاتك التاريخية لأن هناك من ينتقد رؤيتك أو ينتقد حتى مصادرك في التاريخ سنتحدث عن كل هذه الحقائق خلال هذا البرنامج أولا نبدأ معك من اختراك والذي كان في قطر نعم في ذات يوم من العام 2013 فزت بجائزة مخترع العرب نجوم العلوم في برنامج كان يبث على التلفزيون حتى أن الجزائريين ربما أول ما عرفوني يعرفوني من خلال هذه التجربة لأنه كان من سيستام تلفزيون الواقع كانت يومياتنا كلها في المختبر تنقل على قنوات التلفزيون فزت بالجائزة وكان هذا أول خروجا عن مجالي وتفوقا في مجال خارج مجالي أنا في التكوين الجامعي درست الطب البيطري لكن الابتكار كنت فيه تحديات تقنية وبرمجية وتفوقي في هذاك الابتكار دلالة على أن الإنسان يقدر يخرج من مجاله إلى مجال ثاني وليس فقط ينجح فيه وإنما يتفوق فيه ويقدم الإضافة وش كان الاختراع ديالك أنا اخترعت جهاز مثل البراسلي أو السيوار يوضع على أرجل الحصانة والجمل ولما يقوم بالمشي فيه مجسات وحساسات لتتبع الحركة من أجل تشخيص الإصابة الحركية لأنه نعرف أن الحيوانات الكبيرة لا تقدرش تديرها إكس راي ولا إيكوغرافي بسهولة للإصابات العضلية والمفصلية كان العملية صعبة عند الحصانة والجمل فأنا ابتكرت طريقة جديدة باستخدام مجسات الحركة أتتبع حركة القوائم الأربعة ونحللها في خوارزمية على الكمبيوتر فأتعرف على العضلة أو المفصلة المصابة الضبط في ثواني وهذا ما حصلت به على بارات الاختراع في الدوحة وعلى جائزة نجوم العلومي أسست الشركة في قطر في هذا الاختصاص؟ أسست الشركة بعد الجائزة بسنة ونصف سميتها فيتوسيس فيتوسيس كانت متخصصة في التشخيص الحيواني ليس فقط هذا الاختراع وإنما اختراعات أخرى نجحت إلى مدى بعيد لكن سوقها محدود السوق الإبل الذي استهدفته بهذا المنتج هو سوق خليجي يمكن مثلا تصدير هذا المنتج إلى أوروبا أو الصين أو الجزائر مثلا النسخة التي كانت جاهزة للتسويق هي النسخة المعدة للإبل وليست للمعدة للخيل لأن البيوميكانيك يتغير ما بين الحصان والجمل في طريقة المشي فأنا ركزت على سوق ثري لكنه محدود جغرافيا لليوم الشركة اللي حد الآن موجودة في الدوحة اسمها فيتوسيس ولكن أدركوا أنها على المدى البعيد ستصرى كفش يقولوا ساتيراسيون لتشبع للسوق بهذه الخدمة يعني سوق محدود نعم 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 الله يباك فيك أنا سعيد جدا لأنه التجربة الجزائرية تنجح في الخارج وسعيد أيضا أن أكون قدوة لبعض الشباب من أصحاب الشركات الناشئة في الوقت الحالي الجزائر لأنها فتحت على مؤسسات الناشئة أو على تطوير الابتكار محليا إن شاء الله نكون أحد المشجعين للشباب في هذا القطاع عدت إلى الجزائر واسست شركة أخرى نعم في ذات يوم من العمل 2019 رجعت الجزائر لظرف عائلي ومبعد لقيت روحي لعود روبرونيت حياتي مجديد في الجزائر ولكن عقلية أنا ما نحبش الوظيفة عموما يعني ما نحبش دائما أميل إلى تأسيس المؤسسات الخاصة الشركات الناشئة خاصة التي ترتكز إلى المعرفة والابتكار ما هي الشركة التجارية المحظة فأسست شركتنا في الجزائر وأنا الآن أيضا في تطوير أو في طور تأسيس شركة أخرى إمانا مني أن الجزائر أيضا بيأخص بالعديد من القطاعات في الاستثمار قطاع الفلاحي؟ نعم أنا أعمل في قطاع الفلاحي يعني بيطاري وتعمل في القطاع الفلاحي ومؤرخ ومشاء الله عليك دكتور دومير إذن أبدأ معك من حيث بدأ الجدل فتحت قناة على اليوتيوب كذلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي وموقع التواصل الاجتماعي في التاريخ يلام عليك أنك لا تملك خلفية أكاديمية في التاريخ ولا تتبع منهاج علمي محدد للحديث أو التحدث في التاريخ ولكن هذا ما يلمه هالك الأكاديميين ولكن لما نروح نشوفه عامة الشعب المواطنين يتبعوك كثير وكذلك يحبوك كثير ماذا ترد على هؤلاء الأكاديميين الذين يقولون أنك تطفلت على تخصصهم يا دكتور دومير نعم ما تفاهم الأكاديميين إذا كان عندهم غيرة على مجال التاريخ لكن ندري جميعا أن الإنسان مثلا في تعلمنا لديننا كلنا مطالبين بأن نتعلم الدين وكلنا مطالبين أن نتعلم تاريخنا وكثير من المجالات اللي نشتركوا في ضرورة تعلمنا لها أنا عن نفسي نزهت نفسي ولا تبرأت من أن أكون مؤرخا وإنما قارئ التاريخ قارئ لما كتبه هم هؤلاء النخبة هؤلاء الأكاديميون ربما كينخلل في توصيل المعلومة إلى عامة الشعب أو حتى إلى من هم في الخارج يعني الأكاديميين عادة تعودوا على طريقة إلقاء المحاضرات الطويلة تعودوا على طريقة التأليف هذه بالنسبة للجيل الشبابي الصاعد طريقة ثقيلة طريقة مملة لا يمكن أن تستهلك هذه المعلومة أنا جت كحلقة وصل ما بين ما يكتبه الكتاب والمؤرخين والأكاديميين تلخيصها إجازة عرضها بطريقة لمفوغرافي في اليوتيوب وبالتالي المادة العلمية التاريخية أنا آمين في نقلها وبالعكس أنا ربما قدمت الإضافة لترجمت كثير من المصادر لأنه تعرف نخبتنا التاريخية منفتح على العربية والفرنسية فقط لغات الإنجليزية والإسبانية ربما إلا مرحمة ربي من يستمد من هذه المراجعة أنا منفتح على هذه اللغات وجبت مصادر كثيرة وطلعت معلومات لأول مرة تظهر في التاريخ الجزائري ومزال الكثير وعلى سبيل المثال على ذكر الأكاديميين البروفيسور بوعزة رئيس جامعة برج بوعريج في عيد الطالب الأخير هذا استدعاني إلى البرج وأعطاني منحني وسام الجامعة وهذا تشربته به كثيرا وهذا رئيس الجامعة هو بروفيسور في التاريخ وفي جلسي معه أثناء على عملي وقالي بأنه فعلا حلقة وصل ما بين ما يكتبه المؤرخون بطريقة جديدة نعم لأني مخضرم أنا عندي نفس طويل أني نقرأ الكتب وأنني نسمع المحاضرات ونقدر لخصها ربما عندي ميتريز للكمبيوتر أو الفيديوغرافية إذن كان أول خرج لك عبر مواقع التواصل الشمائي كانت هي الرد على رئيس الفرنسي ماكران عندما تحدث عن الأمة الجزائرية ليس كذلك دكتور دومير بالفعل أنا كنت نقرأ التاريخ في السابق شغفا لنفسي يعني الثقافة عامة ككل واحد يحب يطالع كنت نحب نقرأ التاريخ ولما سمعت ماكران يقول أن الأمة الجزائرية لم تكن موجودة إلا في 62 كنت قبلها بأيام أقرأ في أحد كتب المراسلات السفير الفرنسي في الجزائر إلى باريس يخبرهم فيها بجاهزية الجزائريين أنهم يساعدوا فرنسا لما كانت إسبانيا وإيطاليا يحاولوا يحتلوا العرش الفريزي في ذاك الفترة كنت فخور بما هو بيعلو كعب التاريخ الجزائري على الفرنسي وبعدها بثلاثة أربع أيام نشوف لاتيلي ماكروهيم في وجود الجزائر كأمة كانت عندي المادة التاريخية قلت وعلى ما نعرضش هذا الوثائق للجزائريين نشوفوها كرد رد هذاك اللي حطيته على يوتيوب لقا قبول ما كنتش متتوقع بحيث أنه في أول أسبوع فاتت مئتين ثلاثمئة ألف مشاهدة على يوتيوب الناس تقبلوا هذا المعلوم وعجبتهم حتى الطريقة اللي جيت بها نعم جيتوا طريقة خفيفة دي سوندويتش في التاريخ ماشي وجبة سريعة ماشي وجبة ثقيلة وطايمينغ تاحها من ثلاثة ربعة دقائق والأسلوب الثاني ما فيش ما نش نعرض بوجه نطلع بوجه في الكاميرا ونهضر وكأني أعرض وجهة نظر وإنما أعرض الوثيقة بدلا من ظهوري معناها أعطي الحجم الشاشة كامل للثقافة للمصدر للمعلومة هذا الشيء اللي يخلى الشباب يتبنى هذه القناة ولا يتبنى هذه الطريقة جديدة حتى لو تعمل بعدها أصبحت العدو رقم واحد للذباب المخزاني وخليني نسمي لك منش حب نقولهم نخبة ولكن الأقل اللي عايشين في المواقع من المتعلمي أو من المغاربة اللي عايشين في المواقع وخاصة أولئك الذين يلعبون على وطر المشاهدات في اليوتيوب فعلا عدد الفيديوهات التي فيها الرد علي لا يحصى ولا يعد عدد الفيديوهات التي فيها السبب فيها كثير من الشخصنا عددها بالألاف في اليوتيوب أنا نظن أنه أصبحت العدو أمش نقولوش العدو رقم واحد نقولو أحد أعداء هذا هذا الذباب الإلكتروني لأنه هما ناس كانت عندهم أمور مقدسة وهذه هي خلينا نقولو الشيء الوحيد لمسؤولين على الحفاظ عليه هو أكاذيب من جاء من قبلهم وفضحهم بهذا الطريقة العلمية الجديدة ما كانوش يتوقعها وأنها سبونطانيا بديت الحلقة بديت أصلا القناة الجزائرية التاعب بديتها لكشف كنوز تاريخ الجزائري للتحدث عن تاريخنا ولكن بكونك تتحدث عن تاريخ الجزائر أنت مجبر أنك تتطرق إلى تونس إلى البحر المتوسط إلى المملكة المغربية إلى الصحراء وموريطانيا وأرض التوارك جنوبا فهذه جزء لا يتجزء هذه الجيرة من التاريخ الجزائري فأول ما أبردت سيجيد نهر ملوية مثلا نهر ملوية تاريخيا وجدة وغرب وجدة حتى نهر ملوية من نوميديا من سيفاكس لما أسس نوميديا وهذلك هو الحد الجزائري وإحنا اليوم في الجزائر نحن على خطى نوميديا بذرة نوميديا الجزائر الحالية فهذا الخطاب الجديد خطاب الجزائر توقف عند هذه النقطة بالذات تتحدث عن وجدة ماذا تقصد أن وجدة هي حدود جزائرية وجدة وجدة ربما فعلا الجزائريين ما يعرفوش ياسر أن وجدة كانت تاريخيا جزائرية من مقبل الميلاد إلى غاية 1813 الدولة الجزائرية لما تأسس الدولة الجزائرية المعاصرة وعاصمتها الجزائر هذه لما تأسس في بداية القرن السادس عشر تأسست ووجد أحد أطرافها كانت وجدة في وقت الدولة الزيانية تابعة للإمسان وكانت وجدة في النطاق الجغرافي للدولة الحمادية والدولة الزيرية وكانت وجدة تابعة لمملكة ألطافة وقبلها كانت تابعة لينوميديا فمنذ متى ووجدة تتبع المملكة المغربية فلنسأل سؤال تاريخي ولنطرك لكل ما بحثه ورح تلقى أن وجدة سقطت بيد المراكش الموقت كان اسمها مراكش المملكة المغربية في سنة 1813 لما ثار باي وهران على الجزائر العاصرة أحد ولات الدولة الجزائرية ثار على الدولة فاستغل السلطان المراكشي هذه الفوضى الواقعة في غرب الجزائر فاستولى على وجدة ولربما حاول حتى يقترب إلى تلمسان ولم تسترجع لأن الدولة الجزائرية في هذا الوقت كانت متورطة مع اليهود اللي كانوا يصدروا القمح إلى فرنسا وإلى خلافات دبلوماسية كبيرة واقعة ما بين الدايات الجزائر وأوروبا إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بالإضافة إلى تراجع القوة البحرية والصناعة العسكرية الجزائرية هنا في العاصمة فكانت الدولة الجزائرية عسكريا تعيش فترة هوان ضاعت بوجدة تحدث عن أي سنة 1813 من بداية الـ 1800 والجزائر تورطت في مشاكل دبلوماسية بسبب يهود اللي كانوا هنا ونعرف قضية القمح وتصديره مع العائلات اليهودية اللي كانت مسيطرة فالجزائر لم تكن قادرة على مواجهة أو استرجاع وجدة قبل 1813 وجدة كانت جزائري كانت وجدة جزائرية إلى ما قبل التاريخ دكتور دومير لأنه نسمع المنشوف الله صراحة المنشوف بعض المجانين عبر موقع التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام المغربي نشوفهم يتكلم والأتلمسان والأتيندوف وأضحك ولا أريد أن أصبح هنا مثلهم لما نتكلم أنه وجدة جزائرية لذا أني حاب نروح الحقائق الإلمية حقائق تاريخية لا يختلف فيها اتنين لذا سألتك عن ضبط هذا الحقائق من خلال هل هناك وثائق تتبت هذا الأمر نعم الوثائق موجودة ولا شك كان كثير من المراسلات التي تذكر وجدة بالاسم من الدايا الجزائري إلى السلطان العثماني أولا ذكر وجدة على تبعية الجزائر مثبت في الوثائق الرسمية وليس في كتب المؤرخين سننشر هذه الوثائق في البرنام بإذن الله أما وجدة طبعا لا نتحدث عن عمليات الكر والفر قد تكون وجدة ذات يوم سقطت في يد المراكش وتقد تكون فاس سقطت في يد الجزائر هذا عمليات كر وفر ندري مثلا نظره بالمثال في سنة 1699 كان على رأس المراكش دولة السلطنة أو خلينا نقول ومملكة مراكش كان على رأسها السلطان اسماعيل اسماعيل ترسل مع بايتونس وكان اسمه أحمد بوبالا أحمد بوبالا مذكور جدا في التاريخ سفاح هذا الرجل بايتونس بايتونس يتفق مع سلطان مراكش اسمه اسماعيل العلوي على احتلال الجزائر متزامنا في وقت واحد في سنة 1699 وبالفعل تم التنفيذ ووصل جيش مراكش إلى مدينة شلف كم بقي له على الجزائر العاصمة بلك 200-300 كيلومات وجيش تونس وصل إلى سطيف العلم وهذه سنة 1699 نحكي لك على الجزائر في قمة قوتها العسكرية لكن قوة عسكرية بحرية كان الجهاد البحري كنا في ايسلندا في هذا الفترة كنا في ايرلندا كنا في نابولي كانت الدول الأوروبية كلها تدفع الجزية للقوة البحرية الجزائرية لكن عيب هذه الدولة أنها لم تؤسس لجيش بري لأن القبائل خلاص القبائل توحدت تحت الدولة الجيران مسلمين ولم يتوقعوا أنه سيأتي منهم الغدر لذلك كانت لولوية لتقوية جيش بحري لكن حدث الغدر وسقطت شلف وكل غربها وسطيف وكل شرقها فيما في ذلك قسنطينة بيد الجيران فأول ما توجه به الداي أنذاك هو القبائل الجيش النظامي لم يكن يقدر يرد قوتين في نفس الوقت توحيد القبائل واستنفارهم فتوجهوا شرقا وحرروا تونس ففر أحمد بوبالا إلى القيروان وتوجهوا غربا وفر اسماعيل علوي إلى أين إلى فاس ولكن الجيش الجزائري لحقه إلى فاس إلى قلب معق قصري في فاس ثم فر إلى مراكش تاركا الجيش الجزائري يدور في فاس لكن الجزائريين لم يمكتوا في فاس وإنما رجعوا إلى حد طبيعي وهو نهر ملوية هذه أحد القرائن التي قد تعتبر كعملية كر وفر حدثت في التاريخ لكن تبعيت وجدة وغربها ونهر ملوية للجزائر هذا ثابتا عبر التاريخ نعم إذا أنت تقول أنه ثابت عبر التاريخ وجدة إلى غاية 1800 هي جزائرية كيف أصبحت بعدها مغربية لماذا استمرت مغربيتها إلى اليوم هذا راجع إلى الاحتلال فرنسي لأنه لما سقطت في 1813 جزائر كانت عاجزة على استرجاع وجدة عسكرية لأننا مر في فترة هاوان عسكري في 1813 وبعدها جاء الاحتلال فرنسي الاحتلال فرنسي وثق الحدود مع السلطان آنذاك في المروق وثقها على أساس معاهدة للا مغنية فللا مغنية مثل ما وجد الحدود مثل ما وجد الحدود التي سقطت فيها وجدة رصمها الجيش الفرنسي وأنا على وشك أني نعرض وثائق جديدة حصرت عليها مؤخرا من أحد المواقع القديمة جدا أنها توثق اقتراحا من ملك الفرنسي يوم الاحتلال بأنه يبيع تبسة وسقهراس وعنابة إلى تونس ويبيع الغرب الجزائري إلى المروق مقابل مادي لأنه لما دخل بجيشها إلى الجزائر العصمة كان يرى أنه غير قادر على تسيطر على كل هذه الدولة الجغرافية الجزائرية فقال للأهل الغرب وأهل الشرق أعطوني أموال وأخذوا هذه الأراضي شرق الجزائر وغربها أنا أريد فقط تأسيس دولة جزائرية محصورة جغرافية لكي أتمكن من السيطرة عليها أوراق التاريخ صدقني ما زال موجود فيها العجب العجاب لذلك استسمح خوتي أهل الاختصاص وأهل التاريخ في أن واصل أو خلي يتفهم مساهمتي في نشر هذا الوثائق نعم سأسألك سؤالا اسم الجمهور أو الدولة الجزائرية متى كان أول اسم؟ دولة الجزائر سميت الجزائر نسبة إلى مدينة الجزائر ومدينة الجزائر أصبحت عاصمة في سنة 1514 إلى 1516 لماذا اسم الجزائر؟ جزائر بني مزغنة هذه المدينة مذكورة في سنة 977 عند البكري في كتاب المسالك والممالك على أنه يقول ومررنا بمدينة تسمى جزائر بني مزغنة هذه أسسها زيري بن منا أو بلوغين بن زيري عفوا بلوغين بن زيري أظن هنا في الجزائر العاصمة كيف بلدي اسمها بلدي بلوغين بلوغين هو الذي أسس هذه المدينة وكانت مقابل اسمها إيكوسيوم في الوقت الفينيقي وثم الروماني إيكوسيوم جاه بلوغين بن زيري رممها وجعل منها مدينة وسماها جزائر بني مزغنة كلمة جزائر نسبة إلى الجزر التي تقابل الجزائر فكانت الجزائر إحدى المدن التابعة للدول التي تقوم هنا الجزائر كانت تابعة للدولة الحمدية والجزائر كانت تابعة قبلها للدولة الزيانية ثم تابعة للدولة الزيانية كمدينة فقط ولكن لما جاء خير الدين برباروس وعروج برباروس وأنقذوا أهل هذه المدينة من الاحتدال الإسباني اتخذوها عاصمة لدولة توحد أهل عنابة والقالة معهم وتوحد أهل تيليمسان معهم فأصبحت هذه العاصمة الجديدة قبل الجزائر كانت تيليمسان هي العاصمة لكن أصبحت الجزائر ومنذ ذلك الوقت أطلق على الدولة كلها اسم هذه الدولة فهي الجزائر في أي سنة في سنة 1514 1514 خمسة قرون أو 14 هذا تأسيس الدولة الجزائرية بمقاومتها الحالية يعني بعاصمتها الحالية بحدودها الحالية تونس متى سميت تونس تونس كان اسمها أفريقيا في هذا الوقت كان اسمها أفريقيا وكان يقول أفريقيا لفظا وقبل كانت تسمى قرطاج عبر عصور كثيرة وربما تونس سميت تونس في نفس الوقت الذي سميت فيه الجزائر هذا متعاصر بينما مثلا خوتنا في ليبيا اسم حديث كان اسمها دائما ترابلوس دولة ليبية دولة تونسية اسمها تونس نحكي لك على قبل خمس قرون دولة الجزائرية اسمها الجزائر بينما المروق كان اسمها كانت مبلكتين من مناسبة كان شي نقوله لأول مرة ربما ما يقعون ما يفهموش الجزائر كثيرا تاريخيا ولا ما يعرفوش ما يطلعوش عليه ألا وهو وعلى الجزائر كان اسمها إيالة والأخوتنا في المروق بلادهم اسمها الإمبراطورية الجواب هو أنه ما معنى إيالة حتى نوضحه أكثر بالضبط الإيالة معنىها الدولة لغة الإيالة الجزائرية هم في وسائل التواصل يريدون أن ينتقسوا من الجزائر يقولوا أنتم إيالة ونحن إمبراطوري لما افتحتنا كتب تاريخ الجيت الأوروبيين يذكرون المغرب على أنها إمبراطورية ويذكرون الجزائر على أنها إيالة الإيالة معنىها الدولة لا عيبة في ذلك لكن لما رجعت إلى مفهوم الإمبراطورية وعلى أن يقولوا عليها إمبراطورية لأنها مملكتين مملكة فاس ومملكة مراكش ليس إمبراطورية لاتساعها ولا لقوتها ولا لثاراءها ولا لأي ميزة من ميزات الإمبراطورية التي فهمها الإنسان كإمبراطورية روما القديمة فالإمبراطورية هنا تقال فقط لأنها تتكول مملكتين مملكة فاس وحاكموها ومملكة مراكش وحاكموها فما عرفوش الأوروبيين وش يسموا هذه الدولة فسموها الإمبراطورية بينما في نفس الوقت وين يقولوا الأوروبيين عليها إمبراطورية أهلها ومالكها يقول الإيالة يسمي روحوا الإيالة ولا عمرهم سلاطين مراكش ولا سلاطين فاس قالوا نحن إمبراطوريين معناها بالخطاب الرسمي مكانش إمبراطور وإنما كان سلطان فاس وسلطان مراكش بلادهم مقسمة إلى دولتين يعني في الوقت اللي كانت الجزائر اسمها الجزائر معروفة دولة الجزائرية ندك وتونس تونس المغرب كانت مراكش وفاس لم تكن اسم المملكة المغربية لا المملكة المغربية اسم حديث هذا ظهر في 1900 و1956 بعد الاستقلال من استعمار فرنسا في 1912 في بداية الحماية تخلصوا من كلمة مراكش لماذا كانت مراكش وفاس لماذا كانت مراكش وفاس لأن الدول التي مرت على تلك المنطقة عديدة مرت عليهم دول عديدة كان بعض الحكام يتخذون من مراكش دولة وآخرون يتخذون من فاس عاصمة فتنوع هذا التجاذب الاستقطاب للحكم بين مراكش وفاس جعل منهما قطباني دائما حتى لو يحكمها نفس الملك لكنه يعين أحد ولاته على مراكش وأحد ولاته على فاسيا لطالما كانت مقسمة بهذا الشكل وهذا السبب اللي سمها امبراطورية عند الكتابات الأوروبية مساحة الجزائر هي نفسها الآن كما رحي الآن على الخريطة في وقت اللي كانت مساحة المملكة المغربية نفسها ومساحة تونسية نفسها مساحة الجزائر طبعا الحدود الجنوبية كان فيها شيء من الضبابية في الوقت السابق قديما لأنه ما كانوش يروحوا الرحالة لهذه الحدود الجنوبية الحدود الشرقية يعني نقصنا منها أنا بحثت على سونغاي مثلا مثلا الآن أطلب من كل المتفرجين على هذا البرنامج أنه يكتبوا في جوجل ويتعرفوا على مملكة اسمها مملكة سونغاي هي مملكة مالي والنيجر مملكة سونغاي في 1400 عنها منذ ست قرون سبعة حدودها الشمالية توافق تماما حدودنا الحالية عنتي مياوين هذه مملكة سونغاي قبل سقوط الأندلس كانت موجودة تمتد فقط وتتوقف عند حدود الجزائر الجنوبية بهذا الشكل فأكيد أنه هذا الفضاء الصحراوي كامل كانت تابع للمملكة الزيانية وتابع حالي قبل بعدها للدولة الجزائرية من الجهة الغربية من الجهة الغربية تاريخ الحدود ما بين الدولة الجزائرية والدولة المغربية كلمة 1500 سنة 1500 كانت النهر ملوية مثل ما قلت لك أنا من وقت من سيفاكس من تأسيس نوميديا إلى 1813 كانت نهر ملوية الحمد لله كان عازل طبيعي موجود نهر عريض وبرك جف بكري كان فيه الماء لكن هذاك في الخريطة تدخل تلقى نهر ملوية هذا كل حد الجزائري المغرب ويبعد اليوم على الحدود 200 كيلومتر ما تتوقعش أنه قريب ولا مسافة قليلة 200 كيلومتر خسرتها الجزائر من جغرافيتها التاريخية من 23 قرن في هذا الوقت بالدات يعني الحدود الغربية كانت أوسع نعم بعدين لماذا سلمت وجدة لأنه كانت ضعف القوات نادك لم نكن قادرين على استرجاعها لكن لو لم يتدخل الاستعمار الفرنسي لربما استرجعت الجزائر قوتها العسكرية واسترجعت أراضيها لكن الفرنسيين رسخوا هذه الحدود على الجهة الشرقية على الجهة الشرقية ليس ببعيد عن القالة كان الحد التاريخي ما بين الجزائر وتونس كان اسمه تبرق تبرق ليس ببعيد عن القالة فأنا قدر نقول أن الجزائر مع تونس من 10 كيلومتر تقدر تقول هذا كل حد لكننا على الحد الغربي فقدنا الكثير وهذه مطالعة للتاريخ ليست من باب نحن معناش مطالب رسمية ولا شعبية ولا شعبية لسترجاع الحدود لكن هذا تاريخ كل الشعب المغربي نحن نكون له كل احترام والتقدير هو يكون للجزائر كل احترام والتقدير والأقل وجدة نتكلم عليها تاريخيا وجدة الآن راهي بلادهم مغربية بالوتائق والانتماء وبكل شيء وهذا لا نتدخل فيه بالمناسبة هم فخورين جدا بما فيها من ثقافات مظور البصمة الجزائرية في ثقافتهم ومحبين نحن ندخل لك للجانب الثقافي لأنه مهم جدا ويحبوا الجزائر كتير ناس وجده فعلا والجزائرين يحبوا والجزائرين يحبوا ناس وجده كتير إذن تحية لكل المواطنين والشعب الوجداوي لما نتكلموا على الحدود الغربية كذلك نتكلموا على قضية الصحراء الغربية تاريخيا دكتور ما حقيقة أو ما هو تاريخ هذه المنطقة الصحراء الغربية والله الصحراء الغربية مظلومة جدا هذا الشعب المظلوم أنا منذ فترة كنت كان أحدهم نشر فيديو يرد فيه علي من هذا الذباب الذي بدنا به وقال جيب حتى ابن خلدون الهبل يعني أنا المنشوفهم والله مهابل شوف هذا يدعي أنه مختص قال جيب حتى ابن خلدون اللي علي أنا قلت حاضر ويجبت كتاب ابن خلدون وإذا به يصف حدود المملكة المغربية كما يقوله وهذه حدود المغرب الأقصى في عرف أهلها وبدنا نقرو القناة الحدود عند نهر ملوية كما ذكرنا وفي الجنوب يتوقف عند وادنون كما هو الحد التاريخي للمملكة المغربية جنوبا هو وادنون وادنون هذا بعيد كل البعد على أن تكون الصحراء الغربية تابعة لهم لذلك فإن قضية صحراوية وقوفنا معها ما هوش سياسي ولا ما هوش زكارة ولا تغنات وإنما قضية عادلة نؤمن تماما بأن هذه القضية هذه الأرض عمرها وإلا كانت تابعة للسلاطين تعالمروك وعمرها وإلا كانت عندهم عليها سيادة لهم إلا كان كر وفر فإن ذلك لا يأخذ لكن البصمة الثقافية والتاريخية والجغرافية لهذه الأرض إنما تعود للشعب الصحراوي والشعب الصحراوي هو اللي من حقه اليوم يقرر مصيره ما نضالهم اليوم إلا في قضية أنا نفسي بحث كحيادي بالمناسبة لا أبحث كجزائري لأن الجزائري كامل يقولوا الصحراوية الغربية لكن حاولت نرجع شوية الخلف وقلت أبحث بكل حيادية على قضية الصحراء والله لقيت فيها أنه موقفنا فيها موقف عدل مثبت ويمكن أنه نرفع الحجة التاريخية بكل بساطة تاريخيا كيف نستطيع أن نقول هذه الصحراء اسمها الصحراء الغربية تاريخيا أنه لما دخلت إسبانيا في 1884 أنا دكتور أتحدث معك وأعيد المشاهدين أن كل كلمة سأتبنىها في البرنامج سأنشر الوتيق التي بيحوز الدكتور دومير لا أتحدث مثل ما يتحدث البلاطوهات في المخزن وصحفة المخزن المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهذا المخزن أتحدث منها حتى إذا كان الأمر يلا ما يخرج علينا إذا ما كانش فيه وتيق أنا ما ننشره ولن أتبنى كل ما تحدث الآن عليه ترسل لي الوتيق نعرض وثائق وسنعرض الوتيق إلا فلن نتبنى الأطرحات وحتى التصريحات التي تدلي بها دكتور دومير مع كل احتراماتي وتقديري لسيادة وهو كذلك بالعودة لموضوع السحراء أضيف أنه لما دخلت إسبانيا إلى السحراء الغربية تدخل الموانئ وتكتشف هذه الأرض وهذه القبائل فأرسل لهم سلطان مراكش أنا ذاك رسالة يقول فيها أنه لا سلطة لدي على هذه الأرض هذه أيضا كان الوتيقة لا سلطة لدي قالها مرتين الوتيقة سنشاهدها الآن هذه الوتيقة التي تبرز في أي سنة الوتيقة هذه 1884 1884 ببداية قدوم الصحر الإسباني لإكتشاف السواحل الجنوب المغربية بدأوا يكتشف هذا السواحل طبعا مشكلة القبائل الصحراوية أنا ذاك أنها كانت قبائل كانوا بدو ما كانوش مرتكزين على العمران الحضري بما يثبت عاصمتهم وما يثبت مدنيتهم فالأرض القبلية الأرض البدوية لقيت فيها إسبانيا سهولة للتغلغل ولبناء هذا الموانئ الإسبانية وسقطت بيد الإحتلال الإسباني تقول سقطت بيد الإحتلال الإسباني ما كانت سيطرة كانت أرض بدو ما كانوش ما عندهمش دولة لا ما نقولوش ما عندهمش دولة لأنه مفهوم الدولة وشو أسكت دولة هي وجود العملة ولا وجود العاصمة ولا وجود الرئيس قد يختلف مفهوم الدولة عند البدوي عنه وعند الأوروبية الحضرية قبيلة أيها القبائل الموجودين ونعرف أسماء القبائل ونعرف العرش مذكورين كلهم حتى أن إسبانيا حاليا تمتلك دفاتر الحالة المدنية لهذه العائلات الصحراوية فالطابع السكاني البيداغوجي أو عفوا الديمغرافي أقصد يختلف عن الطابع المغربي لشمال ودنون وثائق مرسلات السلاطين في المروق إلى الإسبان بأن هذه الأرض لا تتبعنا كافية تماما لكي تثبت أديل وتيق التي ننشرها الآن نعم إذن هل هناك أديلة أخرى تاريخية لأن الصحراء لم تكن يوماً مغربية نعم توجد خريطة للحسن الأول هذه الخريطة باللغة العربية تحمل اسمه فيها خريطة المغرب وفيها أن الصحراء الغربية لا تتبع هذه الأرض هذا الحد الجنوبي الخريطة واضحة كلها تحمل اسمه ولا توجد فيها أي أثر للصحراء الغربية وتبعيتها له إذن هذا فيما يخص هذا الصراع على ما يعرفه بالصحراء الغربية المحتلة ولينتمنونها إن شاء الله اليوم قبل غدا الاستقلال على غرار كل الدول التي استقلت أو الأخرى التي نتمنى لها كذلك الحرية والجزائر دوما ما تقف مع القضايا العادلة وما يحاك ضد الجزائر من الجيران ظهر من خلال الحوار الذي أجرته شروق نيوز خلال هذا الأسبوع مع ضابط مغربي منشق من الجيش المغربي والذي كشف عن ما كانت تتحدث عنه الجزائر من دسائس تكشف حقيقة اليد الممدودة التي ظل ملك المغرب يتغنى بها ويتبرجح بها وما يقع تحتها من نفاق هذه أو نفاق هذا المخزن والذي أراده ربما وجلب العدو عدو الإسلام وعدو العربا إلى حدودنا الغربية سبق معك دوما في قضية سرقة حاولوا سرقة السحراء الغربية ثم ادعوا كذبا ما ادعوه على بعض الأراضي الجزائرية ونحن نعتبره ضحك أو نأخذ من باب الضحك والمزح لكن في قضية التقافة في قضية اللباس والأكل تعدوا كل حدودهم يعني بغاو يدوا حتى مش فقط الثقافة الجزائرية حتى أسماء تعول ما أبدأ بغاو ياخدوهم إذا كعدنا إلى التاريخ من ناحية الثقافة الجزائرية والثقافة المغربية لو قارننا بعد الثقافة والله كان واحد الإشكال الكبير يتعلم ما أني الأخذ ومن المأخذ اسم المغرب هو المشكل لأنه لما تتسمى باسم كنا نتسمى به قليق قديما كلنا لأنه لو تروح للمشرق وتقول له هذا من المغرب يقول لك أي المغرب تونس والجزائر والمغرب الأقصى كلها تسمى المغرب عند المشارقة أي حلويات مغربية يفهموها حاليا بأنها كما نقول إحنا مروكية مغربية إذا كنت في الشام يقول لك مغرب أنا فهمتك يعني دكتور هم راحوا خداول اسم سرقوا اسم الوطن المغرب الشامل الشامل يعني المغرب العربي يعني فيها تونس الجزائر ليبيا والمملكة المغرب مملكة مراكش المغرب الأقصى نعم المغرب الأقصى وموريطانيا وموريطانيا والصحراء الغربية هذه كلها تسمى في عرف المشارقة المغرب العربي إذن إذن المروك سرقوا الأسم المغرب ثم كل شيء يقول مغربي إذن حتى شيء ليبي راح يولي تاعهم فمثلا تخيل أنت في المشرق حلويات المغربية يقول لك رايب تاعنا باب المغربة في القدس وهو مسمى على على شكور روعة مسمى على رجل من جزائر من تعليم بجاية وسكن الفلسطين ثم ذهب إلى القدس وأين منح قطعة أرض كبيرة إذن باب المغاربة في القدس ليس ليس للمملكة المغربية للمملكة المغربية وإنما هو باب مغاربة لكن أصله جزائري وأنا عرضت وثائقه ربما نعطيك الآن ما تعرض منها مثل هذه لهي فيها ملكية الملكية الجزائرية لباب المغاربة كل هذه المناطق إنما هي جزائرية إذا بحثت أي المغارب ستجد المغرب الأوسط أيضا العلماء مثلا أبو حمز المغربي ولد العاصمة أم تركية خداوة أم تركية وباب جزائري يسمونه مغربي إذن قال لك هذا مغربي إذن هو مراكشي فمش إشكال كبير على كل ما هو مذكور في كتب التاريخ بصفة المغربي إلا ويتوقعون ربما يدرون ربما أهل الفطنة فيهم يعرف أنه هذا لكن يقول لك جيبوا نتجمل به أمام البقية لأنه تعرف هم يعتمدون كثيرا على التسويق لأجل سياحة لأجل ربما التسويق بضاعتهم لأنه إحنا أهل ريع نعتمد كثيرا على المحروقات وبالتالي مش محتاجين أننا نعرف بقطاعاتنا السياحية هذا سابقا سابقا نعم لكن الآن نرى أنه في الصح والاسترجاع كل ما هو جزائري أبأنا في الفترات السابقة تقدر تقول تغاضوا كثيرا وغضوا الطرف على مثل هذه الصريقات ولكن أنا الأوان أن نتحاسب كما يقول دحمان الحراش يحاسبني أخو ذكري ما تسمي ولا نسأل اللي عندك حاجة تديها واللي عندي حاجة تديها إذا هو مغربي فلنبحث أيه المغاربي هو إذا كان ظهر فاسي أو مراكشي هنئا لك به وبتراثه إذا ظهر وجدي والتي لمساني إلا تبسي فإنه مغربي من المغرب الأوسط هذا الحديث شيق معك دكتور والله العظيم بكل صراحة من أفضل الحصص أو من أكثر الحصص حتى الزملاء تقنيين رغم شاهديني سكت كثير لأنني أحب أن نسمع من عندك ولكن أعيد أنني لن أتبنى أي كلام من عندك إلا والوتائق ضايرة على الشاشة الآن باب المغاربة التي أو الذي يدعي رئيس لجنة القدس كلما يتكلموا نشوفوا مثلا المسؤولين المغاربة لما يتكلموا القضية الفلسطينية لما يشوفوا علامات أو علام مرفوعة في القدس علام الجزائر يقولك إحنا عندنا باب واسمه باب المغاربة وإحنا شاركنا والمسموع اللي نادل باب المغاربة لأنه شاركنا في تحرير فلسطين ومؤخرا نسمعنا من خلال الضابط العسكري أنه مشاركين مع الجيش الاحتلال الصغير طرف آخر نعم إذن باب المغاربة باب جزائر باب المغاربة باب جزائر يقطع الوتيقة كينا كينا وثائق وستعرضها الآن كلها أبو حمزة المغربي المغربي كشيء من ثوراتهم نعم كل ما هو مغربي كل ما اسمه مغربي كل ما هو مغربي راح عندهم وهذا ربما احتاج تصفية كبيرة من علماء التاريخ يعني يجب ده كل ما هو مغربي من مأكل وملبس وشخصيات وربما حتى الخيل المغربي يجب أن يصفى أي المغاربي هو لأنه عند ثلاث مغارب مغرب أوسط ومغرب أقصى ومغرب أدنى هو تونس حتى تونس عندهم حق في كلمة مغربي لأنه إذا كان نسب شيئا إلى القيروان أو إلى أسفاقص لقلنا عليه مغربي تونس إذن حتى من تونس خدوا خدوا كثير من تونس مثلا ربما الأعلام أكثر شيء الأشخاص يعني أشخاص اللي راحوا الأندلس من تونس سموا في الأندلس بالمغربي وذكروا كثيرا ذكرم يأخذون على أنه بما أنه أحمد بن فلان بن فلان المغربي فإنه من المروق بينما هو تلقى في آخر اسمه أصفاقصي أو القيروان أنا جبدت تبسي مغربي وكيف راح تجي سيفة المغربي هو من تبسي لأننا في أقصى الشرق في تبسي لذلك بعد كل البعدة للحدود مع المغرب تبسي مغربي ذرك نعطيك الوثائق لأنه لما يروحوا للمشرق للحجاز يقولوا أنت منيني ما يقدرش يقولوا أنا تبسي فقط منيني يعرف تبسي إذن تبسي ويقولوا مغربي معناها من غرب العكس المشرقي فتبسي أنا أحكي لك على وقت ربما القرن الثالث أو الرابع للهجرة هؤلاء الأعلام لكل من المنطقة المغربية لما كانوا يروحوا المشرق في مجالس التدريس والفقه والعلم كانوا يقدمون على أنهم مغربي وهذا طبيعي لما نفتح ذرك أظن الجاهل فقط من يفعل هذا يفتح كتاب التاريخ يجد شخص أنه مغربي يقول لك إذن هو المغرب المعاصر في حين أنه في الدستور 1912 عندهم في المملكة المغربية يقولوا من الآن وصاعدا يسمى تسمى دولة مراكش بالمملكة المغربية خيرا دولة مراكش ويسمى كل مواطن مراكشي ابتداء من الآن يسمى مغربي فكلمة مراكش تحولت إلى مغرب كلمة مغربية يعني لو أخذنا إحنا مثلا الجزائر اسميناها الدولة المغربية كان كل شي نحن أولى بهذا الاسم لأنه إحنا أكبر منهم في الجغرافيا إحنا الجزائر المغرب الأوسط أكبر من المغرب الأدنى وأكبر من المغرب الأقصى في المساحة المغرب الأوسط اللي هو إحنا نعم هم يقولوا بلي هم أقدم مننا في تاريخ وتكلموا على 12 قرن قضية 12 قرن هذه لو بسرتها لي يا دكتور عندك مني كاسمة والله ما نعرف عليه أختاره 12 فقط نحن كجزائر ندري أننا تاريخنا الموثق بالحاكم والعاصمة والدولة يرجع إلى 23 قرن أول دولة أنشئت باش نتفقه في تونس العاصمة أول دولة أنشئت في هذه المنطقة المغاربية تونس هي الأقدم تونس أقدم من الدولة النوميدية تونس نقصد قرطاش في هذا الوقت في هذا الوقت اسمها قرطاش فتأسست قرطاش ثم تأسست نوميديا ثم تأسست موريطانيا وهي المملكة المغربية اليوم كان اسمها موريطانيا وشوية خلط على بالك في التاريخ المروك اليوم اسمها قديما موريطانيا وبعد تخلوا على موريطانيا ولدت اسمها بعد الفتح الإسلامي ولدت اسمها فهمني فهذا النقط أمير إذا كان ممكن شوف إذا ما كفاش الوقت قل لي نروح الجزء ثاني لأن الحديث شيق أتحدث معني المخرج وأتحدث على المباشر لأن حديث حديثي أو حديثك شيق جدا دكتور دومير ربما هي التشويق في التاريخ وليس في الحديث لأن التاريخ فعلا مادة مشوقة وأنت ربما تعذرني الآن لما تشوفني أبحر في هذا المجال وأشارك ما تعلمته مع شباب في وسائل تواصل فأقدم دولة قلنا في المنطقة المغاربية هي قرطاج ثم نوميديا ثم موريطانيا نعم نكمل قضية 12 قرن هذه بعدين نروح في الجزء الثاني نتكلم على موريطانيا على كيف كانت تسمى موريطانيا وتفاصيل أخرى وكذلك سرقة التقافي الجزائري دكتور دومير لماذا 12 قرن؟ هل نحن 23 قرن؟ هما 12 قرن؟ لماذا يدعون أنهم أقدم مننا؟ ربما هما تأثروا تأثيرا بحكامهم سلخهم على ماضيهم لأن الدولة لو نشوف مثلا دولة الأدارسة التي أقيمت في المملكة المغربية وأسست مدينة فاس هذه الدولة إذا اعتمدوها هي انطلاقا فإنه رح نحكي على 14 قرن 14 قرن منذ الأدارس لماذا يتوقع المغاربة أن تاريخهم يتوقف عن 12 قرن؟ أليسوا فخورون بالتاريخ السابق؟ علىه يعني يتوقفوا نحن الجزائريين الإجابة عندك دكتور؟ الإجابة عندي نعم أو سنتحدث عن هذه الإجابة وتجيبنا فيها في الجزء الثاني من هذا 60 دقيقة حقيقة أنا اخترته أو اخترنا أن يكون لها جزء الثاني أسبوع القادم لأنه حديث شيء تفاصيل مثيرة ومثيرة جدا يتحدث عنها الدكتور محمد دومير نلتقي الأسبوع القادم دكتور؟ وهو كذلك موعدنا الأسبوع القادم إذن دائما بالوتائق؟ دائما وأكثر إذن مشاهدين الكرام عدد اليوم كان شيء جدا كما قلت في بداية العدد وفي فوسط العدد أنه لن أتبنى أي تصريحات للدكتور دومير لن تكون بالوتائق الوتائق كما تشاهدون وشاهدتم في هذا العدد نشرت أو منشورة سند مجبرين لأن يكون لنا جزء تاني لهذا الضيف الأسبوع القادم لدلك الحين أبقى إلا أن أقولكم مدام الله وعز الجزيرة حفظها منها وسترى شعبها سلام